مرحبا بكم في قناة مطبخة نمسان اليوم المطبخي يجب تلكم مرأة بالدوارة والدوارة بالحمص والدوارة بالأصص والمرأة بالقطاية هنا كل واحد وكيفاش يسميها جيت في خاطري تجيبنينا مع هاد البرد و هاد الشتاء الحمدولله يا ربي اللي تحت عدنا الشتاء في طلمسان وربي غاتنا وتجي حلو واكل عسل تلحسوا عليها صبعكم ومتجيش لا تقهم لوالو متجي ميدو ما موالو خليكم معايا وتبعوا طريقتي والنصائح اللي نمدها لكم والتفاصيل بضيقها و باش تنجحوا في الوصفة نبدو بسم الله على بركة الله في الوصفة التعناتن هاليوم نحتاجو الى الكوكت نعملو فيها القرية تاع الدوارة هنا عندي نص دوارة مشي كام دوارة غليت فيها الرية والمسارن وقصتهم الى قطع صغيرة والكرشة انا نكرتها وليح ما يكرتهاش لكم الاختيار طبعا بعد اللي خصلت الدوارة مليح وعقمتها بالخل وصفيتها وعمتها تقطر نفوت عادة باش نطيبها كاش نهان شالله نوري لكم كيفاش نخصل الدوارة ونقصتها الى قطع صغيرة الليح بيقصها لقلاية كبار بيقصها قلاية كبار واستلاغي ملعقة واحدة تزيت باش ما تجينيش ميدو ما و تجينيش ميدو ما و تجينيش تقهم عادينا هاد الدوارة تنهاليو ماشي كامل مشحمة دوك تشوفو باللي ماشي طلقت ليش بزاف تالي دام هاد الدوارة صغيرة ننص عملتها دوارة ونص عملتها بكبوكة انشاء الله كاش نهالر بيكتب دوحت البكبوكة نوريكم كيفاش نعملها وكاوس نعم فيها احراج نعمل سوالحي ونجي نحرك عليها باش ما تتلصق ليش شوفو هنا الدوارة ديالي بدا تطلق لي الماء هاولني نوريكم كيف بدا تطلق لي الماء نضيف لها في هاد المرحلة حبات على البصل كبيرة الى عندكم بصلة كبيرة هكذا اصوها الى جوانح ولا عندكم بصلة صغيرة عملو زود حبات صغيرة كتروا البصل باش يديكم حلوة كالعسل الدوارة تحب بزاف البنات على البصل نخلط هاداك البصل مع هديك الدوارة ونحرك عليهم وفي هاد المرحلة تطلق لي بزاف الماء البصل يزيد لطلقنا الماء والدوارة تطلقنا معها نخليها تتقللي مليح مليح البنات ما تتقلقوش وتقدروه تعنوطو ما عطيش وتخليوها بها بماها لا خسنا نشفول هاداك الماء ديالها نحرك عليها ونغطيها بلغطة نحرك عليها ونغطيها بلغطة علش البصل ديالي يدبالي ويدخلو مليح البطياب أريدكم أقول لكم البنات الوقت اللي فوق نقصوا لي دامي إلا كانت عندكم الدوارة ديالكم مش حما بزاف شوفوا الدوارة ديالي هنا في هاد المرحلة رح تطلق لي بزاف زاف تعلما هي والبصل تبعو معي مليح راني نعطيها الوقت كافي في تقليق الدموات اللي والدوارة ديالكم الدموات جبنينة زلعة ملعقة صغيرة الملح باش ما تجينيش سامتاو هاداك البصل يطيبلي بسرعة ونبقى نحرك عليها ندروقة ننحيل هالغطاء ساي بصل تخلي طياب ندروقة ننحيل هالغطة ونخلي هاداك الماء ينشفلي خاصني نشف مليح مليح الماء شوفوا بداي نقص دوكن نوري لكم في هاد المرحلة ساي رح كي نشفلي الماء شوفوا البنات ما بقالي ويلو الماء هاواتا شوفوا هنا شوفوا مركم شوفوا بلي ما بقاليش ليدام اخت الدوارة ديالي قتلكم ماشي مشي حما إلا كانت في هاد المرحلة شتو بلي عندكم بزاف ليدام في هاد المرحلة بالضبط كيت نشفلكم الماء تقدو تنقصوها ليدام باش ما تجيكمش تقهم بساف وما تجيكمش مضيرات تانيك لصحة نحاولو على صحتنا وصحة وليداتنا انتقلوش بزاف ليدام شوفوا دروء عليها تتقلة غيف يدامها الدموات تقلي ودوارة ديالكم اداما تجيكم بنينة ودجيكم حلوة تلاحسوا عليها صبعكم ان شاء الله شوفوا هاني نعملها تتقلة غيف يدام هالبنات حتى لي تغير اللون ديالها أنا ما نتقلقش عليها ونبدأ مباشرة نطيف فيها نطيعها الوقت الكافي في التقلية تشعر ملعقة كبيرة تبايتها لها تغير و بالتبايته لها حبه كبيره طوماتيش مسكرجا و تبايتها 4 سنينه تعتوم مسكرجين و ملعقة كبيرة تبايته و سأقوم بتقبيته مع هذه الدواره و البصل و نخلط هذه الطوماتيش ملاح مع هذه الدواره و حتى هذه الطوماتيش تحتاجها تتقلي هنا النار نقويت عليها البنات نضيف التوابل نضيف ملحة نضيف ملحة صغيرة تلفلفل أسود نضيف ملحة صغيرة تلفلفل الحمر الشر نصف ملعقة صغيرة الفلفل الحمر الحار ملعقة صغيرة اصبر مطحون اختياري ملعقة صغيرة خالطة الكمون وبين راس الحانوت انا في الحقيقة اصدت لها حتى نصف ملعقة صغيرة تسكنجبير مصرد الفيديو و اصدت لها حفنة من الحمص كان عندي منفخ كان عندي في كونجيلاتر وهنا التوابل الاختيارية كاني ادي يحب يزيد لها حتى الكوركم كان يزيد لها حشوية الزعفران انا مستلهاش ونخلطهم ليحدو كليزي بيس مع الدوارة وبلا ما ننسوا باش نزيدوا المعدنوس انا المعدنوس نحبه خضر في الدوارة يعطيها بنا على بنا وليما عندوش المعدنوس خضر يأدي يعمل المعدنوس تا كونجيلاتر هنا انا نعملها غير المعدنوس كان يعملها المعدنوس والاصبر هنا اختياري انا نحبها نغيب البنات المعدنوس وكي نحس بلي كل شي تخلط لي وهديك الدوارة رفضت لي البنة مليح نفوت باش نقدرها بالما يغلي خاصنا نقدروا داي من الأدرة دينا والكوكوت دينا بالما يصخون وهنا نعمل الكمياغي على حسب مي طيب الحمص والدوارة وكل واحدة تعرف الدوارة ديالها يلا تحمل طيب ولا بطرية نقفل على الدوارة ديالي وهنا المدة على حسب نوعية الدوارة وعلى حسب القيطة يلا تكون الحجم كبير ولا حجم صغير هنا مكترت غيش انا بزاف المرأة وحتى الوقت غي شوية وحليت عليها نخليها الطيب لي تصفر لي نعود نرجع لكم ان شاء الله من بعد دوارة ديالي نحيت النفس ملاكوكوت مباشرة فتحتها قدامكم شوفوا المرأة كيف يش نقصت ونقلب ونشوف الحمص ديالي الى طابة وهذه الدوارة الى طابت لي هذو القرائد ديالنا الى طابو شوفوا جات المرأة ادوا ادوا نقلب حل حبيبة الحمص نشوفها هاي دي ريها عندي طيبة زبدة والدوارة جاتني مليحة حتى المرأة ما جاتنيش بزاف هكذا تجينا المرأة ملبية وخاترة الله الله شوفوا المرأة ديالها تجي خاترة البنت وتجي حلوة كالعسل ما تجيناش كامل موية ولشتو عندكم المرأة بزاف عملوها في القليل كامل وعملوها تتجمر سايرها وجدتلي مرأة بالدوارة واني نوري لكم شوفوا كيف يش جاقهم ديالها شوفوا ديك لاصص ديالها كيفاش جات خاترة وجات حلوة كالعسل وجات طرية زبدة فيها بالحمص نفوت مباشرة انه هي سخونة نحطوها في طبق التقديم طبق التقديم يكون صحن كبير حجم عائلية ناكلوها ناكلوهاش انديويديو هنا تاكلوها سخونة فصل شيتاء جيد شاهي سمحولي بزاف بزاف اللي شهيتكم شهيتكم ان شاء الله في الجنة وما ننسوش بكلامسة اخيرة رشوها بحشوية تل معدنوس من الفوق هاكده يعطيها جامل اكتر نتمنى انه طريقتي تنهى اليوم لي طيبس بيها مرأة بالدوارات كنالت الاعجاب ديالكم طريقة رائعة وبنة روعة روعة بمجي لا ميدو ما لا تقهم لا والو جربوها البنات بطريقة ان شاء الله تعجبكم واللي ما تسمحلوش الفرصة باش يشريت دواره في الايام العادية يستغل الفرصة كنكونو في عيد الكبير ويطيبها العائلته ما تنسونيش البنات بداعواتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها ونشوفكم فيديو اخر بادني الله